السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نرسموبة او دوم هستعين بريفرنس بلان اهوت وهبدأ تديله اسم يعني مثلا ممكن اعلم عليه وقول له مثلا اذا ايه اهوته وبعد كده ممكن ترسم بابتر من الطريقة ممكن ترسم من خلال الماسنج او من خلال مثلا كومبوننت وتقول له مودلين بليس وتختار نوحة ممكن مثلا نروف اوكي واقول له دلوقتي مثلا انا عايز اعمل اا ريبولت اهوته واقول له ان انا عايز ارسم على ارفرسل بلان ايه طبعا انا دلوقتي موجود في الور بلان فبشرينفع فهيقول لي لازم ترسم في الاليفيشن من دول فقول له اوكي هرسم هنا تمام ومتده بتشوف انت عايز ترسم في ليفل وان ليفل تو زي ما انت عايز خلينا نرسم في ليفل تو كان فيه حاجة في الدور اللي تحت تمام ممكن اقول له ان انا عايز ارسم ارق بالشكل دوت من هنا لهنا بالشكل دوت حسب بالشكل اللي انت عايزه وبعد كده هقول له ان انا عايز افست من الشكل دوت بالمقدار بالمقدار دوت مثلا وبعد كده هقول له ارسم لي لين تمام تي ار من هنا لهنا سوري سوري وبعد كده هرسم لين برضو من هنا من هنا وبعد كده هقول له الاكس لين اللي هيلف من حواليه اوكي هيبدأ يعمل هالي بالشكل دوت طبعا تقدر تقول له مثلا لا اذا انا مش عايزها قبة كاملة اذا انا عايزها نص قبة زي ما انت عايز يعني كنت تعلم سيلكت عليها وتقول له مثلا خلاها 180 بالشكل دوت مثلا تمام وبعد كده تقدر في اي لحظة ترجعها زي ما كانت خلينا نقول له مثلا احنا عايزين نرسم في الاست بالشكل دوت ممكن تقول له انا عايز ارسم بشكل اخر ولياكم مثلا سويب تمام سويب هتقول له سكتش باس تمام او بيك باس وتبدأ ترسم على الجزء دوت بالشكل دوت اهو وتبدأ تشوف ايه الجزء اللي انت عايز ترسمه ممكن تقول له ادف بروفايل وتقول له مثلا انا عايز ارسم من هنا الهينة وتقول له مثلا انا عايز ارسم الارك بالشكل دوت كده اعمل سيليكت على دوت وروح داخل مثلا في التوب وروح اقول له ان انا عايز مثلا اعمل له روتيت اعمل له الري تمام هو بيختار من هنا خلينا نخش مثلا على اي level زي level 2 مثلا اهي هقول له الجزء ده انا عايز اعمل له الري وقل له انا عايز نقطة المركز بقى تكون فين من هنا اقول له فيجيبها اللي نقطة المركز هيت اقول له مثلا انا عايزهم مثلا تمانية مثلا اهو من هنا الري 45 مثلا بالشكل دوت فيبدأ اعمل وملك ومديك ان انت تتكبر العدد زي ما انت عايز طيب خلينا نشوفها في 3D اهو خلينا نعمل select على دوت ونقول له خليها 63 اهو ممكن برضه عشان نميز الشكل ندل ده material وده material مختلف تمام يعني ممكن نجي نعمل select مثلا على دوت اهو تشوف المaterial بتاعته وتبدأ تغير material طيب ممكن نقول له ungroup خلاص المaterial ود مثلا طيب ممكن نعمل select على كله خلاص وقل له ungroup وقل له ungroup وده مثلا ممكن تديها برضه material ثاني حسب ما انت عايز ممكن مثلا بريك مثلا 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 لو انت عايز تديها بس شكل كده نعم 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 نعم